المشروع 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 وكنت أني ومن ثم المشروع كيف يجد reaction ومن ثم نح pasta ومن ثم النى لأنني أشتغل على الأدوات اللي بالمعمل فهمني حتى المشروع بالأساس التفاصيل البسيطة اللي أنا ما كنت ملاحظها وبما أنه مكثف كهربائي فائق فيشحل نفسه الاكتراستاتيكية وبما أنه يشحل نفسه يصير يطبق على دقريبا جميع ما يخص الطاقة فممكن أن نستخدم هذا المشروع في مدينة نيوم على الساس أن تكون مصدر الطاقة ومصدر تخزين الطاقة كلها متجددة ممكن أن نستخدم للساعات للأجهزة الجوالات ممكن أن نظرات ثكية الأجهزة ثكية السماعات أي شيء خص الطاقة ممكن أن نستخدم مكثف كهربائي فائق ونطبق عليه هو زي جهاز قطبين ويصير فيه فصل شحنات شحن موجب شحن سالب وتخزن بس بالبحث حقي أنا أضفت عليها مادة مادة ضوئية يساعد أنه إذا صارت تحت الإضاءة يصير فيه فصل شحنات معناته يشح نفسه كنت من أكثر المراحل اللي كنت خايف منه هو التحكيم الإلكتروني كنت مرة خايف ومتوتر وما كنت أصلا حتى كنت متأهل أني ما ترشح للتحكيم الإلكتروني ومن بعدها بدأت أدرس على الشرح أدرب على الشرح أدرب فيه لقاء الموضوع حقتي وصار من المعرض المركزي للنهائي وفاجأة كذا الحمد لله أصر مركز أولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر